اخوتي واخواتي مرة تاني بحب اكرر انه الجهاد في المسيحية هو جهاد ضد الخطية وهو جهاد الصلاة انا اواصل واواظب على الصلاة اللي فيها انا مثل ما بقول الكتاب علمين هذا ان انساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية او كما قال الرسول بولوس اما من جهة فحاشة لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم خلاص العالم اتصلب ما عنديش اي اجتهاء لهذا العالم ملزات العالم مصرات العالم غناء العالم ممتلكات العالم لان عارة الجهاد العسكري والسياسي والديني فيه ربح فيه سبايا فيه ممتلكات فيه ما فيه ما فيه ما فيش داعي انه اتكلم في الموضوع لكن بالنسبة للمؤمن المسيحي كما قال بولوس مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد انما احياه بالايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجله من كتر محبة يسوع المسيح مثل ما سمعنا من اختراشه من محبته الشديدة ما طلبش ان الناس تموت من اجله بالعكس هو المبادرة زمام المبادرة منه هو كلمة الله جاء في ملء الزمان ومات من اجلك ومن اجلي على الصليب اسلم نفسه لاجلي لكنه قام من الاموات هزم القبر والموت والجحيم واعطانا حياة ابدية ورجاء للحياة الابدية مشان هيك احنا منعيش منقمع الجسد والشهوات والملزات مثل ما مكتوب ايضا مع المسيح الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات فاذا انا بجاهد ضد الخطيئة واحدة من المشاكل الكبيرة هو الانا لما بتصلبها وكل يوم تصلب ذاتك مع المسيح انت بتستمر في الحياة المسيحية في السلوك المسيحي والنضوج والنمو في الفضائل المسيحية اللي محتواها وفحواها هو المحبة لانه المحبة هي كل شيء اللي بتخلينا نعمل كل غالي وكل ثمين وكل نفيس في هذه الحياة من اجل يسوع المسيح لانه منحبه من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس احبائي يمكن اليوم اتما اخذت هذه الخطوة حتى يكون عندك النعمة لانه بدون المسيح استحالة انك تجاهد وانك تعيش للمسيح فالعملية بتحتاج الى ولادة جديدة تغيير من فوق ولادة روحية اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو هذا الكل قد صار جديدا مش عملية اصلاح ولا الترميم ولا عملية اعمال بندش فيها هي عملية خلق جديد وتغيير طبيعة جديدة واكون في المسيح ومع المسيح اتمتع بالحياة الابدية بحب اسمع منك الرب يبركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة